إذن مشاهدين الكرام كما استمعنا من الأستاذ أسامة القصيبية بما يقارب 376 ألف لغم التي قام مشروع مسام بانتزاعها من الأراضي اليمنية ما بين ألغام وذخائر غير متفجرة والكثير من ما يفخخ به الميليشيات الحوثية مستقبل اليمنيين والتي بطبيعة الحال كما تحدثها الأستاذ أسامة 80% منها بصناعة محلية وتحدث عن جزئية مهمة ختم بها حديثه وهي أن هذه الألغام أيضا هناك بطريقة غير مباشرة دعم من قبل الميليشيات الحوثية للصندوق الذي يعنى بنزع الألغام وهو صندوق تابع للميليشيات الحوثية لكنه لا يلاحظ مشاهدين الكرام في الطرف الآخر أي إدانة أو استنكار أو شجب من قبل المعنيين في الأمم المتحدة للحوثيين أو حتى إشارة بأنهم هم من يزرعون هذه الألغام تحدثنا أيضا مشاهدين الكرام أنه سلم فريق حقوقي وإعلامي عضو مجلس القيادة الرئاسي في ساحل الغربي العميد الروكن طارق صالح سلموه تقريرا حقوقيا يوثق ضلوع وكالات ومكاتب الأمم المتحدة بدعم ميليشيات الحوثية الإرهابية بالأموال والمعدات التي تستخدمها في زراعة الألغام وقتل المدنيين وتجويعهم أيضا مؤخرا هذه الألغام الحوثية التي تقوم الميليشيات بزراعتها استهدفت وفد للأمم المتحدة انفجرت تحت أقدام قائد الفريق الأممي الجنرال مايكل بيري لتكشف الكثير من الأوراق الخداع الأممي وننتظر بعد أن شاهد الكثير من المعنيين بالأمر في الأمم المتحدة والوفود الأممية هذا الألغام الحوثية التي تفخخ مستقبل اليمنيين وسط تواطئ من قبل الأمم المتحدة إذن هذه هي جريمة زراعة الألغام التي تستمر معنا لسنوات طويلة وربما أنها ستستمر لأجيال قادمة هناك جهود حثيثة يقوم بها مشروع مركز الملك سلمان مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أيضا تحدثنا عن 376 ألف لغم وذخيرة متفجرة قاموا بنزعها وأيضا هناك جهود أيضا من قبل البرنامج الوطني لنزع الألغام وتنسيق مع بعض المنظمات الأخرى التي تساهم في نزع الألغام في بلادنا كان هناك أيضا نوع من الاستنكار لم يتم هناك إدانة أو استنكار أو تسمية صريحة من قبل الأمم المتحدة بمن يقوم بزراعة الألغام في بلادنا تحدثنا أيضا عن حجم انتشار هذه الألغام في مناطق الحكومة الشرعية في المناطق المحررة وعن نوع هذه الألغام نوع هذه الألغام تحدث أيضا نستدر سامة أن هناك نوع من التطور في زراعة هذه الألغام ونوعية الألغام التي يقومون بزراعتها سنضم إلي مشاهدين الكرام المقدم صالح القطيبي نائب مدير مركز الإعلامي للقوات المسلحة أهلا وسهلا بك سيادة المقدم نتحدث اليوم عن زراعة الحوثيين للألغام في بلادنا هناك حجم انتشار كبير لهذه الألغام أبرز المناطق التي قام الحوثيين بتفخيخها بالألغام يا أخي كما تعلم هناك وفكة تدارير وفكة مرافز الرسط سواء في مركز المسلحة والألغام كل المناطق التي توجد فيها المواجهات كانت ميشية حوثي بزراعتها وهناك محافظات في أثناء لم يتبقى منها إلا جزء بسيط وإلا هناك خمسة أو أربعين جبهة كانت ميشيات حوثي بزراعة هذه الألغام وكانت أعلم بأنه كانت تدارير الأخير الذي صبره مآخرا بأن حجد الضعاء من المدنيين من الألغام التي زرعتها من الشيخ الجلابي خلال 8 سنوات تصددت في مثل 363 سبيلين مدنيا بينهم 647 طفلا وأوضاني 62 وإضافة إلى إصابة وجر أكثر من 3 ألف من المدنيين وكما نحن في منطقة حريب بعد أن كانت فيها المواجهات قبل الهدنة قامت ميشيات حوثي بزراعة هذه الألغام في المدارس وفي الأسواد وفي المنافق الآهلة فهذه الجرائم يستمر على ميشيات انقلابية الشعار على الموت والدمار ولو لم يكن الميشيات الحوثية الإرعالية إلا هذا الجرب لكفاها بأن تحاكموا عيض طالب في كل الألاث لجربها الذي ارتكبته بحق الشعب اليمنيين دوركم أنتم في القوات المسلحة في الجهود التي يقومون بها للحد من هذه الاستهداف لليمنيين في نزع الألغام قبل الميشيات الحوثية نعم لكن هناك فرق هندسية على مستوى كل كتيبة في قواتنا المسلحة تقوم بعملها المتواصل ليل ونهار وغيقاتها المهمة الأخرى بعد أن يتم تحرير المواد هذا ما كان قبلها في الثماني سنوات تقوم الفرق الهندسية باستخراج الكمية الكبيرة من هذه الألغام التي تثمنت ميليشيا الحوثية الإرهابية في صناعتها هناك ألغام تقوم عن ميليشيات في صناعتها على شكل أحجار كما تسمعتم كما رأيتم الكثير من أكثر 21 لغب من هذه الألغام التي تزرع عن ميليشيات في مناطق المواجهات وهي المواجهات الظل تحاول منع تقدم أبطال الجيش في مواجهات المفتوحة أهلت الشقال وعلى ما حدث في منطقة حريب أيضا منطقة تحريب بيحان كان هناك تأمية كبيرة كانت تريد مصنب باستخراج أحضر من غلالة ألف لغب من هذه الألغام التي تزرع عنها من الشياطة الحوثية الإرهابية أشرت إلى مركز مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ما هو حجم التنسيق ما بينكم وبين هذا المركز وبين مشاريع أخرى لنزع الألغام في بلادنا يعني هناك تنسيق متواصل بين مركز المسام أكثر من المركز المال الذي يقوم بإنزعها لألغام وبين المركز الوطني ألغبا لنزع الألغام التواصل المستمر والتنسيق بينهم المستمر والجهود مدودة ويكون توزيع المناطق في مدينهم ويكون هذا ما أو أينهم من خلال الألغام السبيرة ألغبا في منطقة الساحل وفي المناطق حتى هناك تبارع ومناطق تعز لأنك تشمعه وترى لأن أكثر الضحايا من هؤلاء حتى هناك مناطق تعادل الناس إلى منازلهم التي كانت في التركوات لذلك يراجعون بأن الألغام كانت تجرع في أثناء البيوت وفي مزارها حتى بل في المناطق التعليم وفي المدان هناك ألغام جرعة وتم إصارة أكثر من المدنين بعد أن نصل إلى هذه المناطق فالنابد أن هذه جريمة يبدأ من خلال تعادل المناطقات الحكومية والمجتمع الدولي والمناطق التي تعني حقوقها للإنسان بأن تقف يعني ملياً على التقارير التي تشتغل المناطقات العامة في اليمن وهناك كثاريس كثيرة ومرافز كثيرة تقوم برصد إسرائيات ويتابعون بإستمرارنا نزودهم بكل المعلومات التي تصل إلينا من نركز الرصد وتابع للقوات المسانحة نزودهم بالمعلومات أو محايا سواء كانوا عشكريين أو مدنيين وأكثر من يتم استهدافهم في المناطق الشاكلين هم النساء والأطفال والمدنيين في جانب الأمم المتحدة لماذا تتهرب برأيك الأمم المتحدة من تسمية الحوثيين بطرف معرق للسلام بناء على المعطيات التي نشاهدها في الميدان بزراعة الألغام بالكثير من التفاصيل للأسف الشريدة لأم المتحدة تكهيل ما زالت حتى هذه المحظة ونقولها بكل صراحة ما زالت تكهيل بإيكالين حيث تكون بضع الميليشيات الحوثية الكلابية بالسيارات التي تدعي بأنها سيارات لمخاتب الصحة أو ما إلى ذلك وبالمقابل تستخدمها الميليشيات الحوثية في زراعة الألغام هناك أيضا الميليشيات الحوثية الكلابية حيامل مقابل كل العروض ولم تنسزم بأي دمج وهذا نصب على المبعوث الأمني أخيرا بأنها هي من تماطر في الشلام لكن مع ذلك لم نجد إلا إدانات طعيفة وواهي ولكن ندعو من خلال من خلال تناسكم أيضا المجتمع الدولي بأنه لا سلام لا استقرار لليمن والموطقة وليدوان الجوار والخطة بنوحة الدولة إلا بعد الحشم العسكري معها للميليشيات وأن تقف هو الضغط عليها إذا لم ترعوي إلى السلام العالم وفق المرجعيات الثلاث فلا بد الحشم أهلها منها ميليشيات ما هي إلا أجندة لإيران تنفذ ما يمنع عليها المقدم صالح القطيبي نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر